النقطة دي دكتورة خليلة إمتى التعلق الصحي الإيجابي زي ما حدثتك قلت يتحول إلى تعلق مرض إيه السلوكيات في بعض الأحيان من غير ما ناخد بنا بنمارسها كأباء وأمهات بتخلي هذا التعلق اللي هو الصحي الطبيعي المعتاد يتحول إلى نوع من المرض يبقى تعلق مرضي ويبقى فيه مشكلة نفسية يعني عايزة أقولك أنه فيه 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 حاجة زي مثل شهير كده في أفريقيا عشان هما بيبقوا في قوائل بيقولك أنه تيكسا فيليج توريز تشايل يعني حنا بنحتاج قرية عشان ربي طفل كويس ليه لأنه دلوقتي أنا بيوش في أفريقيا وفي مصر كمال عشان واحد بس يتربى بياخد مننا مجهود فوق الخيال والله فهو الفكرة أنه ليه بيقولك كده لأنه دلوقتي بقى فيه مشكلة كبيرة أوي في شكل العائلات مثلا أنه الطفل ده عشان نلبي احتياجاته وفيش غير الأم هي اللي بتلبي احتياجات هذا الطفل بقت العائلات صغيرة ما بقاش في عندنا العائلات الممتدة بتاعت الجد والجدة والخال والخالة والعم والعمة كل ده بيربوا مع بعض فالطفل بيلبى احتياجاته من ناس كتيرة وبالتالي هو ما بيحسش بالحرمان ده فمن الحاجات اللي ممكن توصلنا للتعلق المرضي أنه مثلا أنه بقى فيه دلوقتي ولادات كتيرة مثلا قيصرية وده لوحدها بتكسر حتى من البوند أو الترابط اللي بيحصل ما بين الطفل وما بين الأم في الولادة دي في نوع هذا النوع الولادة الطبيعية أن الأم بترتبط بداية العلاقة بينهم بتبدأ من هنا فلما بيبقى الطفل مثلا بيعيط لو هو الأم بترد عليه على طول أو يعني الأم بتبقى موجودة لما هو يعيط ولما بيحتاجها وكل ده ده بيوصله أنه الأم دي حاجة مستمرة حاجة سبتة حاجة بتطمني حاجة موجودة عشاني لما الطفل بيعيط وما بيبقاش ما بيلباش يعني الأهل ما بيروحولوش ما بيسألوش فيه سيبوية فلق زي ما احنا بنقول يعني خلاص ده بيقدي أن الطفل يبتدي عنده نوع من أنواع التعلق اسمه أنشست يعني تعلق قلق فيه قلق قلق بالضبط فالتعلق القلق ده بيبتدي بسبب أنه الطفل حاسس أنه المقدم الرعية بتاعه ممكن يجي ساعات وممكن ما يجيش ساعات فأنا مش قادر أتطمني له بس مش ده لتربين عليه ما تشليش كتير عشان ما يفضلش يزن كتير لو عيط طب طبي وهو بوجود في القط بتاعه من غير ما يتشال علشان ما يفضلش بتشال بقته للعمر حال ده لتربين عليه دكتورة وده فرق كبير قوي ما بين ده مثلا وما بين أن الطفل شايف أنه هو لما بيعيط ساعات الأم بتشيله ولما بيعيط الأم ممكن تديه للناني تديه لأي حد فهو ما ببقاش عارق هو الطفل بالنسباله أنا مش عارف هو الله عيطي هتفضلي عندي ولا فلما كانوا بيعملوا الاختبار عشان يشوفوا أنواع التعلق المرضي ده لاوا أنه الطفل ده لما الأم بتسيبه بيفضل يعيط ولما الأم بتدخل ما بيسكتش لحد ما هي تيجي ولما الأم بتدخل بيفضل ماسيك فيها مش عايز يسيبها وما بيهداش خالص فعكس التعلق الصحي الطفل لما الأم بتسيبه هيعاد شوية وبعدين هيبتدي ينشغل لما الأم ترجع حيروح عليه عشان هم تطمن أن هي عترجع عموزلي